الجزئين اللي فاتوا كان لا خلاف إننا متوحدين مع حالة إنسانية قيمة مع فكرة الاستشهاد والشهداء وفكرة التضحياء يعني هو الموضوع ما كان لا خلاف عليه النهار ده وإحنا بنوثق مرحلة قريبة جدا وبنوثق بشخصيات عيشة موجودة بنا حضرتك ما كنتش شايف مثلا قبل ما تبدأ حتى أحداث المسلسل وده خطر جدا يعني كنتش شايف مع الآراء اللي بتقول لا ما بلاش نوثق أحداث والناس لسه موجودين معنا في حاجة جميلة جدا احنا بنكلم على جزئين فاتوا كان فيهم دراما وفيهم شخصيات موجودة في الحقيقة ولكن ليها حياة توحدنا معاها وشفنا ما يحدث ولكن الجزء الثالث الدوكيومنتري فيه أعلى جدا التوسيق للحدث أعلى وهو تصنيف الاختيار الثالثة دوكيو دراما دوكيو دراما يعني دوكيومنتري أكتر كمان من الدراما وده اللي مخلي نسبة المشاهدة كمان أعلى من الأجزاء اللي فاتت ليه لأنها فيها صوت وصورة لشخصيات حقيقية أثرت في تاريخ مصر بالسلب وبالإيجاب لاتنين فمن هنا إحنا بنتكلم على سبع تمان سنين السبع تمان سنين هل هم مدة كافية أن أنا أظهر الحقائق؟ بعض الدول في الحروب تحديدا بتعمل خمستاشر سنة وعشر سنين وتلاتين سنة زي إنجلترا ولكن إحنا بنكرم على أحداث إحنا حضرناها ليه؟ لأ طالما فيها توسيق وديكيومنتري صوت وصورة لما طلعهاش للحقيقة وده جزء مهم جدا من دور الدراما ليه؟ لأن هتسمعي كلام كتير جدا وهتسمعي تشكيك كتير جدا طب تعالي عم تعالي أنا هواريك بني الصوت والصورة من وثائقي اللي عندي من وثائقي اللي عندي شكك فيه بقى يعني أنت لما بتشكك أن أنا كاتب حاجة غلط طب قولي الصوت والصورة بتاعت الناس دي وهم بتكلموا وبتكلموا إزاي؟ هل أنا زورتها؟ ما هنا لا وقرب أحداث ما خلي ما فيش تشكيك على قد ما فيه انبهار بالتفاصيل العميقة بقى اللي احنا ما كنا نشوفها